هذه أبرز العناوين ريال مادريد لا ينوي التخلي عن دياز ويقرر الاحتفاظ بخدمات اللاعب في الموسم القدم خبر عاجل هشام يتمنى يقرر التعاقد مع مدرب الجزائر جمال بالماضي لتدريب الوداد البيضاوية نادي تشيلسي يفاجئ حاكم زياج بعد انتقاله رسميا إلى غلطة صريا والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله باش تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس ريال مادريد لا ينوي التخلي عن دياز ويقرر الاحتفاظ بخدمة اللاعب في الموسم القدم أوضح التقارير صعفية بأن ريال مادريد الأسباني لا ينوي التخلي عن خدمة الدولية المغرب إبراهيم دياز نظرا للدور الفعال الذي يقوم به هذا الأخير في الصفوف الندي وفقا لما أوردت صعيفة فوت ميركات الفرنسية فإذا انضمام كيليان بابي إلى الصفوف الفريق الإسبانية سيقلل من دقائق مشاركة اللاعب المغربي في مبارية ريال مادريد على الرغم من رحيل خسيلو هذا وأبدى النادي الملكي رغبته في بقاء دياز داخل النادي بحيث كان موقفه واضحا وهو عدم وجود نية على الإطلاق للتخلي عن دياز هذا الصيف يضيف المصدر ذاته وأشرت الصحيفة الفرنسية إلى أن اللاعب البالغ من العمر 24 سنة أبان عن رغبته هو الآخر في مواصلة اللاعب بقام سريال مادريد الموسمة المقبل لكونه يشعر بحالة جيدة للغاية داخل النادي هذا ورفضت إدارة النادي الإسباني اقتراحات بعض الأندية التي تريد التعاقد مع دياز ويتعلق الأمر بكولي من تطنهم الإنجليزي وروم الإيطالية نظرا لحاجة ريال مادريد ومدربه كارلو أنشلوتي لخدمة اللاعب المغربي خلال الموسم الكرة والقادمة حسب المصدر ذاتها يذكر أن دياز سجل 12 هدفا مع تقديمه 9 تمررة حسيمة في 44 مباراة خضها لموسم 2023-2024 علما أنه أنه الموسم الفارت باعتباره خامسة هدفا ريال مادريد والثالث لاعب يحصل على أكبر عدد من جوائز المباراة خبر عاجل هشام ايتمنى يقرر تعاقد مع مدرب الجزائر جمال بالماضي لتدريب الويداد البيضاوي اقترب هشام ايتمنى المرشح الأبرز لقيادة الويداد رياضي لكرة القدم من التوقيع على صفقة جزائرية قوية خلال الملكة الصيف المقبل وحسب ما ذكره موقع تلاسبور فإن عيشام ايتمنى يريد استقطاب مدرب صاحب خبرات وقفاءة لتولي العارضة الفنية للفريق الأحمر استعداد لفعاليات الموسم الرياضي المقبل وباشر ايتمنى فتح باب المفاوضات من أجل التعاقد مع جمال بالماضي الصانع التاريخ على مستوى الكرة الجزائرية لقيادة سفنة القالات الحمراء خلال فعاليات الموسم الرياضي المقبل وخلافة الإطار الوطني عزيز بن عسكر الذي بات خارج حسابة النادي ووجه هشام ايتمنى أنظاره للمدرب الجزائري بعد نصبع حرا منذ شهر فبراير الماضي حيث انتهت مهامه رفقة المنتخب الجزائرية الذي تعاقد مع السويسري فلاديمير بيتكوفيتش وذكر ذات المصدر أن المدرب السابق للمنتخب الجزائري طلب من هشام ايتمنى منحه مهلة للتفكير لدراسة العرض الذي تقدم به وللحسم في مستقبلها وإمكانية الإشراف على تدريب الوداد المقبل على خوض منافسات كأس العالم للأندية بنظامها الجديد المقرر تنظيمها في الولايات المتحدة الأمريكية وأضاف ذات المصدر أن قيمة العرض الذي قدمه شام ايتمنى للجزائري جمال بالماضي يقضي بمنحه أجرة شهرية قيمتها 40 مليون سنتين بالإضافة إلى المكافأة المالية المهمة التي ستنعش حسابه البنكية في حال تتوجب لقب من الألقاب التي سينفس عليها الفريق الأحمر نادي تشيلسي يفاجئ حكيم زياش بعد انتقاله رسميا إلى غلطة سرايا بعت نادي تشيلسي الإنجليزي رسالة شكرين إلى لعبه السابق الدولي المغربي حكيم زياش بعد توقعه في كشفات نادي غلطة سرايا التركي بشكل رسميا حيث أنهى عقد إعارته من تشيلسي وحوله إلى عقد رسميا ومما جاء في رسالة إدارة البلوز للاعبها المغربي السابق انضم حكيم زياش في البداية إلى العملاق التركي على سبيل الإعارة خلال الصيف الفائد والآن رحل عن تشيلسي بشكل دائم وتبعت الرسالة تعقد اللاعب البالغ من العمر 31 عاما مع تشيلسي قادما من آيكس في الصيف 2020 وخدم أول سبع مباريات سجل خلالها للبلوز 14 هدفا وفز معه بعصبة أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندياء في فترة وجوده في السانفورد بريتج واختسمت الإدارة رسالتها نشكر حكيم على جهوده خلال الفترة التي قضاها بنادينا تشيلسي ونتمنى له التوفيق عندما يبدأ الفصل التالي من حياته المهنية وعلى الجانب الآخر قالت الصعفة التركية أن النادي قلات السراء لن يمنع رحيل لاعب حاكم زياش خلال هذا الصيف في حال تواصل بعرض جداب وملموس وتزمن هذا الخبر مع الحديث في الأوساط التركية عن اهتمام عدة أندية سعودية بالدولة المغربية الذي أصبح رسميا لاعبا في الصفة في قلات السراء وانتقل حكيم زياش بشكل رسمي لناديها التركي بعدما أقدمت إدارة قلات السراء على تفعيل بوند الاتفاق الوارد في عقد إعارته من نادي السابق تشيلسي الإنجليزية وانضم الدولة المغربية لقلات السراء وفق عقد جديد مدته عام واحد يتضمن خيار التمديد لمدة 12 شهرا قبل الإعلان الرسمي كشف التولاتي الذي سيعزز قائمة المنتخب المغربي بأولمبياد باريس يستعد الناخب الوطني الأولمبي طريق سكتيو للإعلان الأسبوع المقبل إن شاء الله عن قائمة المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة استعداد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية التي ستنظم في باريس انطلاقا من أواخير يوليوز إلى غاية 11 من غشة 2024 مصادر مقربة من الفريق الوطني توقع التواجد التولاتي ياسين بونو وأشرف حكيمي ونيف أكرد ضمن الدورات الأولمبية التي تسمح بالتواجد الثلاث لاعبين تفوق أعمارهم 23 سنة في منافزة كرة القدم صينف الدكور ويأتي التواجد بونو بعد إصابة على أبو العروش حارس فريق ستراسبورغ الفرنسية علما أن أحرس عارين الأسود كان قد اعتدر في وقت سابق عن المشاركة مفضلا ترك الفرصة لبلع عروش الذي توجه مع منتخب أقل من 23 سنة باللقاب الإفريقي وقام وليد راقر هاكيم ودريب المنتخب المغربي بمجهودات كبيرة في الكواليس من أجل إقناع بونو بالتواجد مع المنتخب الأولمبية في الألعاب الأولمبية باريس 2024 وأشارت نفس المصادر إلى تواجد كوليمنيوس فانسيري وسوفيان مرابط في لائحة الانتظار الخاص باللاعبين الذين تتجاوز أعمارهم 23 سنة يذكر أن قائمة الأولمبياد ستعرف تواجد 18 لاعبا من بينهم حارسي مرمى ومن المرتقب أن تجكل غالبيتها من اللاعبين أصحاب السنة الأولمبية الذين تم تصعيدهم إلى المنتخب الأول وانضموا مؤخرا لكتيبة راقراغي على غرار إلياس بن صغير إلياس أخوماش وشادريات وأميريت شارتسون وأسما العزوزي وبيلا الخنوس وإسماعيل الصباري وعبد الصمد الزلزولي وأسما تيرغلين إضافة إلى بعض العناصر المميزة في المنتخب الأولمبي أمثال البؤلو الزاني وبوكامير وبوشواري والوحيدي وأزن وغيرهم يشار إلى أن برنامج مبارية المنتخب الوطني الأولمبي في أولمبياد بيريس جاء على الشكل التالي حيث سيواجه المنتخب المغربي نظره الأرجنتوني في الجولة الأولى من دور المجموعة يوم الرابع والعشرين من يوليوز 2024 بملعب جوفري قشارة بالسنت تيان أما مباراة الجولة الثانية من دور المجموعة فسيواجه فيها المنتخب المغربي منتخب أوكرانيا يوم السابع والعشرين من يوليوز 2024 بملعب جوفري قشار بالسنت تيان فيما سيواجه في مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعة المنتخب العراقي يوم الثلاثين من يوليوز 2024 بملعب أولينز ريفيرا بنس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر